جيف حضناه لالان وقال له انا اسف كتير لانه كنت عارف انه واي رح يموت لانه شفته برؤيتي للمستقبل لكن ما قدرت تسوي له ولا شي فقال له االان انت ما كان فيك تسوي له ولا شي لانه واي هذا هو قدرك لازم انه هو يموت ونشوف انه االان دائما نوقف مع جيف لانه هو عارف انه جيف بيك لقدراته